اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شنو هذا يعني حق الشركات الثانية ديروا بالكم وشدوا حيلكم وصار وقت الجد الحين اللعب خلص الجوجل بيكسل اكسل وهو بيكسل العادي رح يكون نفس التليفون تقريبا في امور معينة باخترفة بينهم بس بهاد المراجعة رح اراجعهم اهم الاثنين بغض النظر عن الاختلافات الموجودة ما بين الجهازين لان الفروقات اللي بينهم واحد قليل المقارنة بشغلات اللي مشتركة بينهم او شيخ انتكلم عن الفروقات حجم الشاشة خمسة ونص بوصة على جوجل بيكسل اكسل وخمسة بوصة على البيكسل العادي وكثافة البيكسلات رح تختلف فل اجدي على البيكسل العادي وكواد اجدي على البيكسل اكسل فكثافة البيكسلات بالبيكسل اكسل رح تكون اعلى بس اداء التليفون من ناحية كثافة البيكسلات لانها اقل رح تكون افضل على البيكسل العادي حجم البطارية رح تكون من خلفها بعد الفين وسبعين وسبعين على البيكسل العادي مقارنة 3450 على البيكسل XL مرة ثانية أداء البطارية تغريباً نفسي الشيء عندي أنا بالبيكسل XL قدرت أطلع فوق الخمس ساعات سكرين ون تايم أكثر من 14 ساعة التلفون كان شغال معي طول اليوم وهذا كان أفضل أداء عطانية من خلال الأسبوع لأنني قاعدت أستخدم التلفون وايد وايد أداء البطارية جداً ممتاز عندي بالجوجل بيكسل XL والبيكسل العادي أحسن أداء عطانية كان أكثر من 14 ساعة سكرين ون تايم وأكثر من 13 ساعة بيش تشغيل متواصل حق التلفون فهذا هم كان أداء جداً ممتاز عندي حق البيكسل العادي من ناحية البطارية فاثنيناتهم إذا انتخذت واحد منهم راح تحصل أداء بطارية جداً ممتاز وحتى إذا الأداء ما كان عاجبك عندك شحن سريع راح يشحن بشكل وايد سريع عن طريق اليو اس بي تايب سي أكيد فما راح تحاتي من ناحية أداء البطارية نهائياً أتكلم حين عن المعالجة الموجودة هنا عندك إنته سناب دراجون 821 مع 4 جيكبات ذاكرة عشوائية على أندرويد 7.1 نوغت أندرويد خام فأداء التلفون سلس بكل النواحي ما لاحظت أي نوع من التهنيق لما استخدمت التلفون ما لاحظت أي نوع من الهوكهب لما استخدمت التلفون ما راح تلاحظ أنه في ستتر أو فريم بين ناحية السكيبينج أو ناحية الأنميشن أو الأمور كلها هذي اللي انت ممكن شوفه بنظام تشغيلي الحركات اللي سويليك ياها الاستشعارات اللي توصلك المنبهات اللي تهيك الأمور اللي انت ممكن تسويه من ناحية دش تطويق تطلع من التطويق تبطغ تطويقات من خلف تشغل أمور كثيرة من خلف تشغلك ألعاب تشغلك أي شيء تبيه راح تلاحظ أنه أداء التلفون أي شيء أنت تقطع عليه وهو راح يأخذ منك راح يعطيك الأداء المطلوب ما لاحظت أي نوع من البطء وهذا الشيء صراحة أن يذكر على تلفونات اللي يكون فيها أندرويد خام ما راح تلاحظ فيها أي نوع من البطء والأبتمايزيشن راح يكون جدا ممتاز ما بين الذاكرة عشوائية وش كثر أنت قاعد تبطل تطبيقات من الخلف ولما تي ترد تبطل هالتطبيقات راح تلاحظ أنه هي واقفة بالطريقة اللي انت هديتها و راح تشتغل بالطريقة اللي انت هديتها عليها على طول فما راح يكون في أي نوع من البطء تبطيل التطبيق لما انت تي تسكره أو راح يكون موجود عندك انت بالذاكرة العشوائية فالنظام التشغلي هني 7.1 نقط في أمور كثيرة راح تيك أكيد عندك انت درجة تطبيقات صار شكل غير شال الزر فصال عندك مكان إضافي علشان هتحط لك شورتكات يديد على الدك سوايب لاي فوق راح تبطل عندك انت درجة تطبيقات وتحصل كل تطبيقات اللي عندك سوايب من على الجنب راح تدخل على جوجل ناو ولأن جوجل ناو موجود صال من متى شالوا لك الجوجل سيرت بار اللي موجود عندك انت من فوق وحطوا لك التاريخ مع الجو أتمنى انه بصدارات اليايا نقدر نغيرها الخاصية ونشيلها الخير شار دي ما نبيها بس حاليا ما تقدر تسوي فيها شيء من الشغلات الثانية اللي ضافوا لكيها على النظام التشغيلي وهو اللونج برس اللي ممكن انت تحط على التطبيقات والآيكونات ما لوتها من بره ما لازم تدخل التطبيق علشان تسوي شيء معين وهذا احنا شفنا يطبق على الآيو اس من ناحية الثري دي تتش على الآيفون سكس اس والآيفون سكس اس بلس وآيكي دي 7 و 7 بلس اللي نزلوا هذي السنة وموجودة هم على الواوي P9 بلس والواوي متاس اللي نزل العام بس هنا راح تكون مو على سنسيتيفتي او الاستشعار من الضغطة هذا راح يكون ضغطة مطولة راح تختلف تماما عن اللي موجود انت عندك هناك بس ليش سوت لك ياها شركة جوجل بها الطريقة ليش سوت لك ياها الضغطة مطولة بدالة يكون سنسر انا اشوفها حركة حلوة لانه اذا انت عندك تليفون قديم على سبيل المثال لم يتحدث حق اندرويد نيوغت راح تشتغل عندك الخاصية ما يحتاج ان يكون عندك انت شاشة فيها مستشعر يقيس لك قوة الضغطة فهذه انا اشوفها حركة جدا جدا ممتازة الكاميرات الموجودة عندنا هني 12.3 ميجا بيكسل نفس الكاميرا ونفس البصريات الموجودة عندك على البيكسل اكسل والبيكسل العادي اكيد الاثنيناتهم راح يصورون لي up to 4K لازم اقول هاي شي ناس واضق عا تسأني اذا انا اصور هاي في 4K ولا لا بس راح يصورون لي 4K والاثنيناتهم راح يعطونك امور جدا ممتازة من ناحية التصوير اول شي dynamic range ممتاز saturation ممتاز hue ممتاز aperture ممتاز العزل ممتاز الالوان وصطوع الالوان جدا جدا ممتاز وكثافة البيكسلات روعة وهذا شي خليك تليفوني يصير كذي لان عندك الحجم مع البيكسلات وعيد كبير 1.55 ميكرون بيكسل على 12.3 ميجا بيكسل فتحة عزل 2.0 مو اكبر فتحة عزل عندك ال S7 والS7 Edge 1.7 بس هني عندك انت ميكرون بيكسل حجمهم وايد اكبر من اللي موجود عندك على ال S7 والS7 Edge فيعوض من ناحية الاضاءة المنخفضة ما راح تلاحظ انه في نويز اي ازعاج نهائيا لما تيين تتصور وراح تلاحظ ان الناتشور الالوان اللي عندك وايد ممتاز مافي oversaturation للوان مو وايد فاقعة راح تكون وايد قريبة حق الطبيعة وبنفس الوقت كهذا هفة البيكسلات ما راح تحسن ايها وايد شارب راح تكون وايد بناعمة حق العين وتشوف بالضبط لانتك عدت التقطة وهذه الكاميرا تقارن مع ال S7 S7 Edge Note 7 رحمة الله عليه واكيد ايفون 7 والايفون 7 بلس وتأكد ان كنت من المتابعين راح تسوي كاميرا شوتات ما بينهم كلهم والبيكسل والبيكسل XL راح يكون من بدهم من ناحية التصوير كنت اتمنى انه اشوف في Optical Image Stabilization بس من المقابل عندك انت Electronic Image Stabilization وثبت الالكتروني وعطاني اداء جدا ممتاز كأني انا مركب Access Gimbal عليها ما تحس ان كاميرا اصلا قاعد تهتز لما انتي تتصور نهائيا مثل ما انتوا شايفين هنا بالفوتج ما سكي تلفون انا بيدي انا قاعد امشي قاعد اتحرك قاعد اصور والكاميرا قاعد تلتقد بشكل جدا ممتاز والكاميرا الامامية نوعا ما زينة ويد انجل راح تصورك زين حتى بالسناب شات تصويرها ما كان زين لما اتجربتها ويد ويد زين التزامن ما بين الصوت والصورة كان ممتاز ما عندي اي مشكلة بالكاميرات نهائيا وفعلا يمكن هذي الافضل كاميرا تنزلها في هذه السنة فاكيد التلفون في عيوب ما في تلفونات ما فيها عيوب وانا في عيوب تلفونات ما عجبتني صراحة اولا هو السعر مع التلفون التلفون السعر غالي يعتبر مقارنة بالتلفونات اللي ممكن يعطونك نفس الااداء بسعر ويد اه افكر على طول انا بالوان بس ري على سبيل المثال التلفون يعطيني اادات جدا ممتاز ويد قريب حقي الموجود عندي هني كاميرا مو بالقوة بس بطارية ممتازة شاحن سريع نظام تشغيلي ويد سلس بسعر ويد ارخص فعندنا هني مشكلة بالسعر صراحة ان ابتداء نستة مية وخمسين دولار حق ثنين وثلاثين جيجا بايت بالبيكسل اللي عادي حتى مو بيكسل اكس ال وتلفون ممكن وصل لي تس عمية دولار اذا انت اخذيت البيكسل اكس ال مية ثماني عشرين جيجا بايت فالسعر صراحة وايد غالي اتمنى ان السعر ما لا يصير منخفض اكثر بالايام الياية او بالاشهر الياية حق التلفونات الموجودة عندي هني العيب الثاني اللي ما عجبني بالتلفون وهو هذ لاكمال مقاومة الماي واللغبار عندنا هني IP53 سرتيفكيشن يعني غش مرة بقارنتن بالتلفونات الموجودة عندك السامسونج غالكسي اس 7 اس 7 edge نوت 7 رحمة الله عليه ايفون 7 والايفون 7 بلس كلهم ينكب IP68 او 67 سرتيفكيشن سبمرجن حق التلفونات اذا انت بغيت سبمرجن يعني تغطس لسهني انت ما تقدر حتى تغطس التلفونات وتلتقط اي شي راح يكون مقاوم للماء لحد معين بس الرذاذ والمطر اللهم اذا طاق عليك مطر راح تقدر تستخدم التلفون بس الغبار والاتربة راح يكون وايد صعب عندك المقاومة هني فما انصح نهائيا انك تتحط التلفون تحت الماء او انك تحاول تلتقط صور تحت الماء تلفون ما صنع حق هالشي العيب الثالث اللي ما اعجبني هم السماعات ملوت التلفون سوترانين وايد ممتاز لا تفهموني غلط سماعاتها جيد التلفون بس كان ممكن يكون وايد احسن من شديد عندك بالنكسس 6P كان بوم ساوند سبيكرز والنكسس 5X على الاقل سماعة واحدة بس كانت محطوطة من الامام بس هنا عندك سماعة واحدة من تحت الفتح الثاني راح تكون مايك ما راح تعطيك اي نوع من اللاوند سبيكر ولا السماعة اللي موجودة عندك فوق كان ممكن يسوون حركة HTC 10 كان ممكن يسوون حركة الايفون 7 يعطونك بوم ساوند سبيكر افكت او ستيريو ساوند بالفتحات اللي موجودة عندك هنا بس ما صوت هالشي شركة جوجل نهائيا والشي الاخير اللي ما اعجبني هو انه ما استغل لو الحواف الموجودة عندك انت بالتلفون هذا تلفون خمسة بوصة كان ممكن يكون وايد اصغر من شديد وحتى البيكسل اكسل خمسة مصبوصة كان ممكن يكون وايد اصغر من شديد بس هنا الحواف غير مستغلة نهائيا كان ممكن يحطولك سماعة اضافية هنا خلونا يصير بهم ساوند سبيكر كان ممكن يصغرون لنشن كان ممكن يحطولك باصمة كان ممكن يساولك الامور هذه كلها بس للأسف الشديد جوجل ما سوتها فهذه العيوب اللي انا صراحة معجبتني بالتلفون بس بغض النظر بغض النظر شهدتي فيه صراحة جدا مجروحة هل هذه العيوب تخليني ما اخذ التلفون نهائيا لا ممكن تخليك انت تغير رأيك بس انا بالنسبالي هذي العيوب استثنائية من ناحية الامور اللي انا راح احصلها تلفون غالي بس او شيء من جوجل تلفون ما يكون مقاوم للماء لا يحطه بالماء التلفون تصميمه ممكن كان يكون افضل من شديد بس لين حين شكل التلفون وايد احلى بالطبيعة من اللي انت ممكن تشوفه بهالفيديو او اي فيديو ثاني او اي صورة ممكن انت تشوفها وايد احلى على الطبيعة وملمس التلفون وجودة التصنيع راح تلاحظ هنا ان عندك تلفون وايد وايد قوي من ناحية الاعداء ومن ناحية الملمس ومن ناحية الجودة والشعور اللي انت راح تحس فيه لما يتي تمسك التلفون ويتي تستخدمه لانه صراحة اعطاني اداء جدا ممتاز اموري كثيره هني غامرت لك فيها شركة جوجل نفس من ناحية التصميم القلاس اللي موجود عندك من الخلف مع الان وذاي يزدلو من ناس وايد ممكن تنقد ليش سولك ياه شديد ليش ما سوك ياه كله حاولت انه يتحولك تلفون يكون شكلا مختلف عن باجئ التلفونات الموجودة عندك بالسوق حتى انا لاحظت التلفون من فوق راح يكون وايد اسمك من انت عندك عليه من تحت فرح تلاحظ انه هو قاعد يصير اسمك وبعدين يصير اضعف من المنتي تنزل تحت وهذه الحركة سووه عشان ما يصير عندك انت طمرة او ان فتحة الكاميرا تكون طالة علي برة علشان اول شي تحميها وثاني شي شكل احلى لم يكون انت ما عندك طمرة حق الكاميرا من الخلف وهذا لقع نلاحظ الشركات كلها انت قاعد تسويه التلفون وايد نحيف والطمرة مات الكاميرا فهني عندك انت انسيابي اكثر متساوي اكثر من ناحية الشكل والملمس وحتى لما يتيه انت تمسك التلفون فهذا الشي ما راح تحس فيه الا لما استعمل التلفون النظام التشغيلي والمعالج التلفون ومن ناحية المسكمات التلفون حتى امور بسيطة خذت لك يا شركة جوجل نفس من شركة واوي انك تسحب من البصمة من الخلف عشان تحصل الـ عشان انت لا تتيت تسوي بهمك او صبعك عشان تحصل الـ نوتفيكيشنز من فوق على طول انتو قعد تستخدم التلفون تسوي نوتفيكيشن تسحبه من تحت وامورك جدا سليمة فمره الثاني اشي هاتي بالتلفون مجروحة هذا اكثر تلفون ستنتعبت باستخدامه وكلكم يدري انا احب نظام تشغيل المال اندرويد خام وهذا اهوه نظام تشغيل المال اندرويد خام الى اليوم وهذا اللي جوجل تبيت اعطينا اياه الى اليوم وهذي منظورة جوجل اللي احنا قاعد نشوفها الى اليوم فهذا التلفون مسوينا حق اللي يحبون اندرويد خام نفسي الناس اللي تبيت تلفون يعتمد عليه من ناحية الاداء اكثر من تيب المواصفات ابي كاميرا ممتازة ابي بطارية جيدة ابي نظام تشغيلي ما يعلق ابي تحديثات ابي سيفتي ابي سيكورتي ابي شاشة روعة ابي مصنعية ممتازة ابي شحن سريع ابي اخر تقنيات يو اس بي تايب سي وغيره من هالامور كل هالامور هذي كلها راح تحصلها بالجوجل بيكسل او او جوجل بيكسل اكس ال كيف اكتب اللي كبير تبير صغير راح تحصل تلفونين جدا ممتازين والشخص الثاني لان احس هذا التلفون موجه له وهو الشخص اللي يحب يستخدم نظام تشغيلي مال اي او اس او محبين الايفون وليش اقول شدي لان هني راح تحصل الشغلات الوهمة يبونها من ناحية البرفلكشنزم يابون تلفون ما يعلق اخو معنا يعلق يابون تلفون يطول معاك يابون تلفون توصل للتحديثات ويابون تلفون يكون ويد متناسق ومتزامن ما بين العتاد والنظام التشغيلي ويشتغله بطريقة جدا ممتازة وهذا اللي انت راح تحصله هني وزيادة اذا انت كثمون مستخدم ابل ايفون 7 ايفون 7 بلس لان فتحة السماعة ثلاث ونصمين اما ان شاء الله تهني فبس صامحوني على الاطار والكسور سلامتكم تعيشون احمد وعريكي فيما الله الكريم اه نسيت اقول لكم اذا في احد حاب ان يشتري التلفون مو موجود عندنا احنا بعالم العربية بشكل رسمي بس في محلات يزام الله خير قاوهم الله عندنا احنا بالكويت على سبيل المثال واني حاولون يبون تلفون بسعرها الرسمي هذا اهم شي فموجود عندنا راح تلكم راح تلكم رابط تحت حق حساب انستغرام حق محل شبستور واحدين شباب عنده محل وياي بالفيكسل عند الحين حاليا الفيكسل 122 جيجالون الاسود بس ترقبوا ايكيد راح يبلى الوان الثانية البيكسل العادي ليه وصل الكويت مع الضرائب مع الشحن مع التكلفة واصل الكويت كان 265 دينار تغريبا فالريان ربحيته شبه مختفية فاذا انت حاب انك تطلب التلفون وانت كنت من عالم العربي بالذات اذا كنت بالكويت تقدر تحصله موجود عند البيكسل العادي ان شاء الله البيكسل اكسل اكيد راح يبقيري فبس